عندنا كمان ناس تانية بتصق فينا وهو جمهور النادي الاهلي اللي دلوقتي الاهلي خطة احمر في ظل مباراة الزمالك والترجي اللي الزمالك متأخر فيها بهدف امام الترجي جمهور الاهلي خطة احمر وجمهور قناة النادي الاهلي بيخلي هاشتاج الاهلي خطة احمر هو التالت على مصر يا اسامة حاليا احنا ترتبنا التالت الاهلي خطة احمر هو الترند التالت على مصر حاليا الهاشتاج وبمشاركة كبيرة جدا جدا من جمهور النادي العالي في خطوة هي الأولى اللي هنتابع معاهم فيها عشان إن شاء الله دايما نبقى في الصدارة بإذن الله وطبعا زي إحنا في قناة النادي العالي وبرنامج النادي الخطة أحمر على طول ماشينا على سير وناهج النادي العالي فبإذن الله مع نهاية الحلقة اللي هنستر أكيد تويتات لحضراتكم نكون في الصدارة هشتاج النادي الخطة أحمر على تويتر إن شاء الله نسترد بعض التويتات يا أحمد في بداية أحمد فوزي حارس مرمى النادي العالي الأسبق الخط الأحمر بدأ رافضا للاحتلال ثم أصبح تراث الخط الأحمر يعني عمر لطفي سعد زغلول الفريق مرتجي صالح سليم صالح الوحش حسن حمدي محمود الخطيب طبعا مع الاحتفاظ بالألقاب للجميع الخط الأحمر يعني الرد بأدب وتهزيب وأخلاق عالية طبعا بنشكر الكابتن أحمد فوزي بالتويتة دي وطبعا بنحتفظ بالألقاب لكل اللي تمزك رأسيكم كابتن أحمد فوزي من المحاربين الخاصين بالنادي الأهلي على السوشيال ميديا نروح للتويتة التانية مصطفى مايو بيقول الأهلي خط أحمر فيلر أخذ بكل الأسباب والسبل لا ينقصنا سوى استعادة هيبة وكبرياء الأهلي في بيريتوريا لإعادة الأهلي من جديد على طريقة أجيل الزهبي دي كانت تاني تويتة معنا معنا وليد أحمد بعد توفيق ربنا واصق في فيلر أكتر بسبب هدوءه وإنه قادر يتعامل كويس مع التصرحات النفسية اللي مدرب سندوينز وده هينعكس على اللاعبين واصق من تآهل الأهلي إن شاء الله واصق من اللاعبين وعمل مباراة كبيرة إن شاء الله 29 مايو الأهلي طرف في النهائي نروح للتويتة اللي بعد كده وأسماء نبيل بتقول المطش ده بيفكرني بمطش القطن الكاميروني في نهاية 2008 وقتها كان القطن من أقوى الفرق ومش بيخسر على ملعبه والجو كان حار جدا وملعب جروة كان مليان بالجماهير والكل متوتر وعلى عصابه لغاية ما أحمد حسن أحرز هدف التقدم بدأنا نهدى رغم الشراسة الهجومية معانا طبعا تيخة ما فيش حاجة اسمها رد اعتبار زي ما معظم الناس بتقول الأهلي كعب وعالي على كل أندية القرة وفق كل ده وفوق كل ده مطش بكرة مطش عادي جدا بنلعبه عشان نصعد للي جاي مش عشان بنرد اعتبارنا ولا حاجة الأهلي عينوا على البطولة فقط لغير نروح للتويتا اللي بعدها ونغم بتقول إن شاء الله المطش من نصبنا ولازم نلعب ونقدم أداء كويس عشان حيفرق معانا بعد كده قدام أي حد لازم هيبة الأهلي ترجع تاني وأنا عندي ثقة في فيلر وكل اللعيبة إن شاء الله ثقتي في محلها ربنا معانا معانا تويتا بعد كده الأهلي خط أحمر عشان اسمه الأهلي خط أحمر عشان بطولاته الأهلي خط أحمر عشان القيم الأهلي خط أحمر عشان جماهيره قال في تحية لكل من ساعد وساهم في صنع اسم النادي الأهلي ده صدقنا عبدو البالي ومعانا محمد العسال قال الأهلي خط أحمر أعظم نادي في الكون عند المكسب تقلب الحياة سعادة وعند الخسارة حزن غير طبيعي ونزيد لك يا أهلي عشقا ده حقيقي ده طبعا زميلنا أحمد أسامة إن شاء الله الفوز 2-0 بس أما حاجة نحاول نمسك كرة كتير طبعا أنا بقول على كل الأصدقاء هنا زميلنا أنا فيه ناس طبعا أكيد ما نعرفهمش ولكن طبعا كلكم زميلنا لأننا في النهاية جمهور النادي الآلي وإحنا هنا زي ما قلنا بنمثل حضراتكم أعتقد ممكن إن شاء الله على نهاية البرنامج زي ما قلنا إن شاء الله بإذنها نكون في الصدارة على تويتر ترجمة نانسي قنقر